هو احنا فؤر لي سؤال يردده الالاف على مواقع التواصل الاجتماعي ويصل صداه الى داخل كل بيت في مصر الاجابة باختصار ان مصر جاءها جنرال عديم الكارزما حمل على عاطقه مهمة افقار الدولة واهدار مواردها وتجويع شعبها وتبديد ثرواتها والتنازل عن ارضها واغراقها في الديون مقابل مجموعة من المشروعات واللقطات الوهمية التي لا تسمن ولا تبني من جوع السيسي يشتري طائرة بعشرة مليارات جنيه ولا يحاسبه احد تستحوذ المخابرات العامة على الاعلام تارة وعلى انتاج السجائر تارة اخرى فلا يسائلها احد يبيع النظام اصول الدولة من موانئ وشركات واراض لدول خليجية ولا يعترض احد دولة بلا برلمان يراقب او يحاسب وحكومة يعمل رئيسها سكرتاريا في مكتب السيسي يناقشه مرة فيهز رأسه يوجهه فيهز رأسه يتجاهله تماما فيهز رأسه ايضا دولة تحول اعلامها لبوق دعائي فارغ يردد ما يريده السيسي يسبح بحمده ليلة نهار يخون من يعارضه ويسب اي رأي مخالف له دولة غارق قضاتها في الفساد والفضائح والتفنن في امعان الظلم وقمع المصريين وموالاة السيسي رقابة ادارية يديرها نجل السيسي مخابرات عامة يتحكم فيها محمود السيسي مسؤولون ينافقون الرجل يتحسسون مناصبهم ولا يرون الا ما يرى النتيجة حتمية فقر شديد وضياع لموارد دولة بحجم مصر وتصريحات عبثية من عينة ان احنا فؤر اوي ومش قادر الديك وصبحوا على مصر بجنيه هو احنا فؤر ليه لان جنرالا وعدنا بانه لو يقدر يتباع هيتباع فكذب وباع مصر لاول مشترنات ليبقى هو على رأس السلطة